السلام عليكم ورحمة الله خضينا المحاضرة اللي فاتت بدايات على control of power system ليش نتحكم في power system ليش شن الأغراض الobjectives امتعات ال control system انه نحنا نتحكمه في قيمة الفركنسي تمام الفركنسي بتاع ال power system لما نضبطوه حينت خمسين هاتف شن معنى الكلام هذا؟ معناها نحنا انه جميع الماشينز الموجوده في ال power system synchronized مع بعضها معناها القدرة او الانرجي اللي طالع من resources مستهلكة في الأحمال وفي معناها system stable معناها system stable معناها لو system فهذا اكبر ضمان او اكبر مؤشر ان system stable ولا unstable عن طريق الفركنسي عن طريق الفركنسي فالفركنسي يعتبر يعني system stability فبالتالي التحكم في الفركنسي يعني لي اني نتحكم في استقرارية system تمام علاوة على انه جميع الفائدة من stable system انه جميع الانرجي طالع منهم تكون مستهلكة في الوصول والاحمال كذلك جميع الماشينز يكونن synchronized مع بعضهم بحيث انه يتحقق قانونك يشوف عند لحظة معينة في الشبكة لأن الماشينز اللي يكونن مهنش synchronized مع بعضهم كل واحد كل واحد حيكون الجهد والتيار ستكون بطريقة مختلفة عن generator ثانية أو بور سيستم ثاني فبالتالي على الاساس انه يكونن synchronized مع بعضهم معناها يدل على انه قوانين الفيزياء متعات الشبكة متحققة عند كل ثانية فبالتالي system في الحالة هذي سيكون stable فبالتالي فبالتالي سيستم المعنى فيه جزء من الانرجي ماناش عارفين وين حايمشي حيتسبب هذي معظلة في السيستم يعني تؤدي الى ارتفاع كبير في زاوية الروتر الى حين خروج الماشين من التزامن جيمس وات جفرر اللي هو تشوف فيه قدامكم هذا هذا من اختراع العالم الاسكتلندي جيمس وات اللي هو سمو عليه وحدة القدرة جيمس وات اختراع السيستم هذا وهو عبارة عن ترباين سبيد اي اي للجينيريتور سبيد او الروتر سبيد تمام كيف يشتغل هو عندك انت فلاي بولس هنا عندك انت ويتس هنا تمام وفي عندك هذين مشبوكات مع بعضهم بسبرينج ميكانيكال سبرينج او نابض وقعدت يعني فيه بوزيشن معين البوزيشن هذا بالمعايرة باي كالبريشن يعبر عن السينكرون سبيد امتاع السيستم افتراضا على انه السينكرون سبيد هذي زادت زادت تمام مع زيادة الالكتركل تورك او اسف السينكرون سبيد يعني قلت عن طريق زيادة في الأحمال من زيادة الأحمال اللي هنا زيادة الأحمال هيزيد الالكتركل تورك في السوينج اكويجن وحيكون تي ام ناقص تي اي بالماينس فحيكون فيه ديزيليريشن في الروتر حيكون فيه ديزيليريشن في الروتر هذا سيتم ترجمته الى ايش الى انكماش في النقاط هذينا او الويتس هذينا ليش؟ لأن الكورس بوندينج بوزيشن للسينكرون سبيد سيكون هنا مع قلة السرعة اقل من السينكرون سبيد هتكون قوة الطرد المركزي اقل قوة الطرد المركزي اقل ولذلك سميها حاكم الطرد المركزي فالويتس هذينا هيقلن هينكمشن علي بعضهم تمام؟ وبالتالي بالبوزيشن اللي تشوفين هذينا هذينا من ينكمشن علي بعضهم المستوى هذي هيرتفع فوق ABC هيرتفع فوق شوي تمام هيرتفع معه البستون متاع البايلوت فلف من يرتفع البستون متاع البايلوت فلف هينتفع الأويل من هنا إلى الجزء العلوي الجزء السفلي مازال مغلق الجزء العلوي هو اللي هكون مفتوح نظراً لارتفاع البستون متاع البايلوت فالف فهيرتفع وحيمتلق الجزء العلوي من السيرفو موتر هيدروليك سيرفو موتر هذا هيدروليك سيرفو موتر هيرتفع الجزء العلوي بالزيت هينزل وينزل معها الفالف الفالف هذا المجرى متاحها شوفوا فيه يعني قدامكم أنه هي لما تنزل هينفتح المجرى العلوي متاع الفالف اللي هو يمشي فيه ستيم فهتنزل الفالف تحت وحتفتح وحتعطي مور ستيم اي اي مور ميكانيكال تورك مور ثيرمال انرجي اي اي مور ميكانيكال تورك توتو 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 جينريتور ليتساوى التي ام مع التي اي اللي ازداد بداءاً يتساوى معاه ويكون السيستم يرجع السيستم ستيبل زي ما كان يرجع الويتس هذينة إلى وضحنا الطبيعي خلاص في حالة النقصان الاليكتركال تورك او الاليكتركال باور هتزداد عندي السبيد مع زيادة السبيد هتزداد قوة الدرد المركزي بدل ما تنكمش الويتس هذينة هيزداد الانفراج متاحاً هيزداد انفراجهم فالبوزيشن هذة حيقل تحت البوزيشن هذة حيقل تحت الـ ABC حيقل تحت حيسكر جزء العلوي وحينفتح الجزء الصفلي من البايلوت فلف وحيندفع الاول من المجرى الصفلي للهيدروليك سيرفو موتر وحيرتفع البستون متاع السيرفو موتر هذة وحيترتفع معاه الفلف من الارتفع معاه الفلف حتسكر مجرى الستيم حتسكر مجرى الستيم حتغلق مجرى الستيم فبالتالي حيمر ستيم أقل في الترباين وحيقل الميكانيكال تورك طبعاً لقلة الاليكتركال تورك اللي حكينا عليها في البداية وحترجع السبيد إلى وضحة طبيعي وحكذا هنا الكلام هذة طبعاً هذة واخذة من ماتشعوسكي الكتاب هذة وهنا اللي هو الشروحات الكلام اللي حكيت عليها if the electrical torque increases due to the change in load so it is greater than the mechanical driving torque the rotational speed decreases and the weights move radially in words under centrifugal action this causes A on the governor floating lever to rise and the floating lever ABC rotates around point C this rotation results in point B and pilot valve moving upwards so allowing high pressure oil to flow into the upper chamber of the main servo motor the differential pressure across the piston now forces the piston to move downwards so partially opening the turbine valve and increase the turbine power the displacement of the main servo motor piston downwards causes points D, E, I and H to lower and the speeder gear floating lever to rotate downward about point G this lower point C around which the lever ABC rotates and partially closes the pilot valve to reduce the oil flow into the upper chamber and the power I think in a way I think I think if you go to the recording if you go to the recording like the lecture I think I think you have to understand this I'm going to understand the governor how to work right now right now James Watt is that the governor this and they're not in the control system were not ما كانوش مدمجوش الرياضيات في الكنترول ما زالو ما زالو ما يعرفوش transfer function ما زالو ما يعرفوش state space ما زالو ما يعرفوش PID فهمتوا عليا ما زالو ما يعرفوش الماثيماتيكس اللي واخدينها في الكنترول ولي حتخذوها كذلك في البور سيستم كنترول ما كانوش عارفينها تمام اختراح هذا بالتجربة من اللي دمج الرياضيات مع الكنترول جيمس ماكسويل اخذ الكنترول هذا وعمل لماثيماتيكا الموضل ليدرس البيهيفيار متاعه ليدراسة الديناميكا متاعه وبذلك علم الكنترول قعد مدموج مع الرياضيات ومربوط معها بشكل مش عادي بشكل essential بحيث انه يعني كل بحيث انه كل كنترولر ضرورة تعطيه ماثيماتيكا الفلوسفي بحيث انه كنت بعدين تطبقه وليس العكس لانه نحن نتعامل مع محطات بالميجاوات 1000 ميجاوات 600 ميجاوات كيف تبي تعمل اكسبريمنت في المعمل من اني بتجيب لك انا 600 ميجاوات في المعمل من اني مقدرش انا فبالتالي ضروري يكون في عندك شوية ثيوري ضروري يكون في عندك فلسفة انك تتصمم كنترولر بالرياضيات وتقولهم نعم انا متأكد الكنترولر هذا لو ضبقته على 1000 ميجاوات حيشتغل عادي وهنا تبين الهندسة هنا تبين الهندسة صح تمام فهذا الكنترولر وعلى الرغم من قدم الكنترولر هذا اللي له اكثر من قرن او اسف حوالي قرنين من الزمان الا انه لا يزال يستعمل الكنترولر تشوفيه قدامكم هذا لا زال مستعمل في الثيرمل باور بلانتس وما زال مستعمل في الدول المتقدمة ما زال مستعمل ليش نظرا لسهولة المتانته متانة عمره الافتراضي سهولة الميكانزم متاعه تمام معظم الابريتورز شغالين عليه مور ريلايبل يعني اكثر موثوقية من اللي طلعن الاجيال الاخرى من الگوفرنرز اللي طلعن بعدها اللي هن الالكترونيك والديجيتال الالكتروهايدروليك جوفرنر الديجيتال هيدروليك والالكترونيك جوفرنرز وان كان كلهم تقدر تصمم لهم ديجيتال كنترولر من بره بكل يعني انك انت السيجنال ممكن تمشي للسبيدر غير هذا بحيث انه يرفع وينزل الوسطوى اي بي سي ريجاردلس بها هي ريجاردلس اوف دا سبيد موفمنت حتى مع السبيد موفمنت فهمتوا على كيف او يكون سنسد للسبيد موفمنت عن طريقة يعني ديجيتال سنسر وهكذا فزي ما قلت لك منتو ان التغيير مرات يكون للفالف هذي التغيير مرات يكون يعني اوتوماتيك نتيجة اللي دلتا اوميجا تغيير في السبيد مرات يكون من يوال انت فبالتالي تقدر انت يعني عن طريقة السبيدر غير وهكذا عن طريقة السيجنال اللي تمشي للغورنر فممكن انك انت تتحكم فيه يعني حتى بياند الاطوماتيكا تماما طبعا عندنا هنا هذا الكلام اللي انا حكيت عليه توا انه تلاحظ معايا هنا انه مع اقصاء مع زيادة الباور حيقل عندي الفريكونسي كنا عارفين ان الشي هذا مع زيادة الباور حيقل عندي الفريكونسي الـ governor characteristic هذا يعبر عنه الـ governor يعبر عنه بكاركتريستيك معين اللي هو يقولوله speed governor characteristic ولا drop governor drop drop governor drop هو لكاركتريستيك اللي هو يعبر عن العلاقة ما بين الفريكونسي والباور من لما تكون لما تكون الـ valve من fully closed إلى fully opened One per unit أو full load power تمام؟ هنا لما تكون الـ valve من fully closed إلى fully opened كيف سيتغير معه الفريقونسي؟ هذا هو الكاركترستيك بتاع الـ governor فعندنا نحن نلاحظه على حسب الكاركترستيك بتاع الـ governor أن مع زيادة الـ power سيقل عندي الفريقونسي أو مثلاً هنا مثلاً عند الكاركترستيك هذا اللي هو أقل واحد فيهن تخيل عندي زادة الـ power من P1 إلى P2 لحسب الـ free governor action هتكون الـ corresponding frequency هنا مش هيكون الـ 1 per unit هتضرر أنها كنت ترفع لعما توصلها لعند 1 per unit عن طريق أيش؟ عن طريق السبيدر موتر اللي هو اللي هو هذا سبيدر جير تمام؟ ترفع عن طريق control signal تمام؟ وكذلك هنا مثلاً لو زاد لعند الـ P3 حسب الكاركترستيك هذا هيقل الفريقونسي لعند تقريباً 0.99 فاثترر أن كنت ترفع الكاركترستيك على الأساس أن كنت توصل الـ corresponding power to the corresponding nominal frequency of 1 per unit 1 per unit speed مقصد بها 50 hertz وهكذا تمام؟ هينتج عندك أنت alternative governor settings عن طريق السبيدر جير تمام؟ The governor characteristic of large steam turbo alternator is shown in figure 24 below When the frequency decreases the turbine power should increase to reach new equilibrium points with electrical load مرات مش بس لزيادة زي ما قلنا نحنا مع نقصان الفريقونسي مفروض أنك تزيد الميكانيكال بور الترباين بور مفروض أنك تزيد الترباين بور على الأساس أنها ترد للـ new equilibrium The governor characteristic can be physically interpreted as percentage change in the speed required to move the valve from fully opened to fully closed percentage change in speed and نسبة التغيير في السبيد التي تدفع من الحركة من fully opened إلى fully closed An important feature of the governor system mechanism is by means of which the governors leave. Hence the main steam valve position can be adjusted and change it apart from when actuated by speed changes This is accomplished by the speed changer or speeder motor as it is sometimes termed the effective adjustment of production of a family of governor characteristics التي ترى فيها يعني حركة النقطة في الكاركترستيك نفسها الـ governor حد ذاته ولكن حركة الكاركترستيك ups and downs هذه عن طريق الـ speeder motor يعني كترجمة للموضوع أن الـ governor without governing action لو قل عندي الـ electrical torque ستزداد عندي الـ speed بالشكل هذا لأنه سيكون فيه جاب كبير ما بينه وبين الـ turbine torque مع نقصان الـ torque مع الـ governor action يعني سيهبط من قيمة الـ turbine torque عن طريق إغلاق فبالتالي الـ speed سترجع بالـ governor action سترتفعها شوية صح ولكن بعدها سترجع إلى واضحات طبيعي هذا المقصود بها الـ governing system graphs of turbine torque electrical torque and speed against time when the load on generator suddenly falls there is a time delay between the occurrence of the load change and the new operating condition اللي هو الـ time delay اللي تشوف فيه هذا لأن الـ governor ما يتوقعش في قيمة التغيير في الأحمل وإنما يتغير سنسد أن يتغير الحمل وبعدين يبدأ يتحرك this is due to only the governor mechanism but also to the fact that the new flow rate of the steam and water must accelerate or decelerate the rotor in order to attain the new speed وكذلك الـ rotor في عنده وزن في عنده انرشية معينة لا يتسارع ويتباطئ بشكل لحظي فبالتالي إيش؟ يحتاج إلى وقت بحيث أنه يتسارع ويتباطئ وجينا نحن خذينا الـ example هذا قالك أنا قالك أنا تتحرك بعد 0.5 seconds due to the time lag of the governor system. Calculate the frequency to which the generated voltage drops before the steam flow meets the new load. عضينا قيمة الفركونسي اللي هبطها اللي هبط التربين اللي قيمته قبل أي governor action. يعني في فترة 0.5 second هذه. قبل ما تفتح وتسكر الفلف. كم قيمة الفركونسي اللي تم الهبوط له. The storage energy of the machine is 4 kilowatt second per kVA. الوحدة هذه تذكر بينا حاجة معينة. تذكر بينا شنو؟ تذكر بينا ال H constant لأنه هو الوحدة متاعها بالS على على المachine rating بالكيلو فولت أمبير. الكرياتيك انرجي على المachine rating بيكيلو فولت أمبير. هذه كرياتيك انرجي لأنها كيلو وات ساكند. وهذه كيفي اي لأنها يعني يعني للكباسيتي أو اللي هي الكباسيتي بتاع الجنريتور. طبعا عندنا هنا بس هنا بس هنحل هنا في الويت بورت إن شاء الله هو عندنا في السؤال هذا اللي هو الـ question 2-1 في السؤال هذا في عندنا kinetic energy يبيك يجيب الفريكونسي في الحالة العادية يعني عندك أنت في الـ no load لاحظة بس في الـ no load no load أول حاجة عندك أنت الـ machine rating حتى تساوي 75 MVA نتحدث بس في الـ no load اتناول الفريكونسي كان خمسين هرتز وأمره تمام تمام ات 20 MW applied load الفريكونسي كم كان يبك يجيب قيمة الفريكونسي before governor action before opening the valve قبل ما يبدأ يفتحن الفلبز هذين تمام فبالتالي عندنا نحن في الحالة الأولى نقدر نجيبه الكنياتيك انرجي متاحها هي كيف تحلل المسألة هذين عندك هل شرطين عندك هل كنت الكنياتيك انرجي في الحالة الأولى في حالة النولود وأدت إلى فركنسي معين اللي هو ال 50 هرتز وكنياتيك انرجي في الحالة الثانية قدت إلى فركنسي ثاني من لما تقصبها على بعضها حينتج عندك الفركنسي الثاني بشكل سهل جدا فعندنا هنا شين حيصير هنتكملوا الحل بتاعنا بالشكل هذا عندك هنا 2.1 حيقد عندنا الكنياتيك انرجي الأولى على الكنياتيك انرجي على الكنياتيك انرجي الثانية هتساوي نص جي اوميغا 1 تربيع على نص جي اوميغا 2 تربيع تمشي الجي مع الجي والنص مع النص هتقعد هذي اوميغا 1 تربيع على اوميغا 2 تربيع تمام هنا حيكون عندنا الجذر التربيعي للكنياتيك انرجي الأولى على الكنياتيك انرجي التانية هتساوي تستنتجها بشكل احسن انك تقول ايش الافتو هيساوي اف ون مضروبه في الجذر التربيعي للكنياتيك انرجي التانية على الكنياتيك انرجي الأولى كيف نجي ولكنتيك انرجي التانية والكنياتيك انرجي الأولى في الحالة الأولى الحالة الأولى كيناتك انرجي الحالة الأولى كان مخزون الطاقة كلها الكامل الريتد كلها مخزن لأنه قاعد يشتغل في النولود ولكن عنده هو سبيلينج ريسيرف قيمته 75 ميجاوات 75 ميجا فولت أمبير على حسب اللي في السؤال هكذا عندنا هنا الاتش هذا مضروبه في الاس ام ذي اي الاتش مضروبه في الاس ام ذي اي هتساوي 4 في الخمسة السبعين هتساوي 300 ألف كيلوات سكند كيلوات سكند هذه الكنياتيك انرجي KE at no load 20 ميجاوات applied after 0.5 سكند هايقد عندنا هنا الكنياتيك انرجي التانية هيساوي 300 ألف ناقص 20 في 0.5 وتساوي 290 ألف هذه الكنياتيك انرجي اللي في الحالة التانية اذا الـ فتو هايساوي 50 مضروبه في الجذر التربيعي ل 290 على 300 هذا 290 ألف على 300 ألف وتطلع قيمتها 49 0.2 هيرتز طبعا هنا كيف هنا كأنه يقول لك شنو ان المشين فقدت جزء من القدرة متاحها ومن الانرجي متاحها في 0.5 سكند يعني هنا شنو يعبر عن فقدان المشين لجزء من القدرة متاحها أو جزء من الاحتياط من الكريتك انرجي متاحها في 0.5 سكند هذا تمام أو انرجي لست انرجي لست انجري انرجي لست انجري ان 0.5 سكند زي ما حكى لي في المسؤال تمام خذها من شنو خذها من مخزون الطاقة الكامنة في حالة النولود تمام فهي اللي طلع عندي 290 ألف كيلو وات سكند خلاص هذه الكنياتيك انرجي التانية ستقعد الكنياتيك انرجي بعد الابلايد الحمل على الكنياتيك انرجي اولى في اثناء النولود الكنياتيك انرجي الطاقة الكامنة أو مخزون الطاقة أو الاحتياط بتاعت التوليد تحت الجذر مضروب في 50 هارتز سيعطينا حالها طبعا من الفصل اللي فات وتلقوها الحل بتاعها موجود هنا اهو هي كيلو الانرجي الاولى في حالة النولود كيلو الانرجي التانية في حالة 20 ميجا وحليناها بنفس الطريقة اللي هنا ولكن بس هنا لأن المساح متاعها صغيرة جدا فظلت اني نحل على الويت سكرين لكن هو نفس الحل يعني تمام هو نفس 2 على KE1 F1 في جذر التربيع لKE 2 على KE1 KE الاولى حتساوي 4 في ال5 الكنتراتيك الانرجي الاولى اللي هي حتساوي الـ H constant مضروف في ال75 وطلعت عندي الكنتراتيك الانرجي الاولى الكنتراتيك الانرجي التانية هي نفسها الاولى في حالة النولود المخزون الكامل للطاقة الكاملة ناقص 20 ميجاوات خسرهم في كم سكند في 0.5 سكند فحتى هنا 290 الف فهي اللي طلع منها يعني الحل اللي تشوفوا في قدامك هنا اللي هو 49.2 هرتز اتمنى تكونوا استفدتم المحاضرة وناتوا بس نوقف لعند هنا لأن هذا موضوع جديد فهنا انا اتمنى كما انتوا ذكروا المحاضرة هذه وشكرا جزيلا على حصد الانصات بس لو سمحتوا خلوكم معايا نبي نرصد الحضور لا مش هذا لاحظة بس نرجع ندخل على تفاصيل ال اتمنى ان شاء الله التوفيق اي حد منكم عنده ظرف يعني بخصوص الحضور يبلغني به تمام مونير تيسير وجود دكتور جنا عمر عمر غسان متري صهيب نواف عبدالله أبو الرب نعم دانا دانا البداوي نعم سعيد أبو لبا نعم سيف حسن رائد سيف فرحان محمد محمد السطري أحمد اسماعيل محمد غسان معاذ محمد عمر نعم زيد فريد جود العمري نعم زيد أدويك دانا الكسابرة نعم سعد العتال نعم أحلام محمد نعم عمار الأشهب نعم عبدالله العبدالات وثينا عدوان نعم فارس ماهر نور ميسلون زيد نظال علي حسين نعمة لليان لليان مصطفى عبدالرحمن سلبت نعم رؤى أبو عليا نعم لؤي نغوي مصطفى حجات نعم عبدالغاني هاشم موجود عمران سامي موجود دكتور جمانا شمان أبو أحمد أبو حمد موجود موجود دكتور أحمد شهاب يسرى يسرى زياد نعم نعم شكرا جزيلا برك الله فيكم أي حد اللي عنده أي سؤال ممكن يقعد معي هنا ما فيش مشكلة اللي يعني البقية يعطيك بالعافية شكرا جزيلا على حسن الإنصاد شكرا جزيلا أنا مقدر جهدكم جدا ومبارك الله فيكم والله شكرا جزيلا شكرا جزيلا